الحمد لله رب العالمين المسلم معظم لله سبحانه وتعالى ومن تعظيمه لله سبحانه وتعالى أنه إذا أكل أو شرب من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يذكر اسم الله على طعامه وشرابه مهما كان هذا الطعام قليل أو كثير الشراب قليل أو كثير حتى القهوة والشاي يذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله مرة واحدة في مجلس سواء تنوعة هذه الأطعمة أو يعني تعددت فإنه يذكر الله مرة واحدة تكفيها عن هذا الطعام الذي بين يديه ومن ذلك أن المسلم إذا لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على طعامه أكل معه الشيطان وشرب ولا يليق بالمسلم أنه يمكن الشيطان من طعامه وشرابه الذي آتاه الله سبحانه وتعالى لذلك على المسلم أن يعظم الله سبحانه وتعالى تعظيم الله في كل أحواله ولكن الموضوع عن الأكل والشرب الذي نسيه كثير من الناس إذا نسي الإنسان البسملة في ابتداء طعامه فإنه له أن يقول بسم الله أوله وآخره وهذا يكفيه عن أول طعامه